لنتعرف أكثر على أبرز التطبيقات في الواقع الافتراضي وأهمها قدش فعلا هي بتأثر على حياتنا اليومية وشو الفرق عن الواقع الحقيقي والعالم الافتراضي معنا المهندس الدكتور طارق الصاتي أخصائي معلوماتية يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتور يعني عالم الافتراضي اللي هو أخذ حياز كتير كبير من وقتنا العالم الافتراضي اللي صار أقرب للناس لبعض الناس خلينا نقول لها نسبة كتير كبيرة يعني خلينا نتعرف شو هو العالم الافتراضي وكيف اخترق حياتنا ودخل للكبير ولا الصغير بهذا العالم حلع بالبداية أنا حابب أني أحكي عن تعريف الواقع الافتراضي يعني من مفهوم من مجهة نظر أكاديمية شوي الواقع الافتراضي إنه نحن نحسن نخلق بيئة هالبيئة بتكون افتراضية بشكل كامل من خلال هالبيئة نحاول نغمس المصطلح غمس هو المصطلح العلمي غمس الأشخاص بهذه البيئة من خلال مجموعة تقنيات الواقع الافتراضي من تقنيات الواقع الافتراضي نظارة الواقع الافتراضي طبعا في التقنيات كتير أشهرها نظارة الواقع الافتراضي من تقنيات الواقع الافتراضي بيسموه VR مثلاً بتروحي على المولات هلأ بيقول لك هي لعبة لعبة في ار فبيكون فيها كرسي هالكرسي فيه رجاجات بميل مثلاً هذا نوع من أنواع الغمس للشخص بالواقع الافتراضي طبعاً فيه تقنيات كتير مع تطور العلم صار فيه تقنيات ممكن من خلال مثلاً مسكات للواقع الافتراضي بتحسني أنك تكون موجودة أكدر بالواقع الافتراضي هلأ مع الواقع الافتراضي فينا نحكي عن مصلح تاني اسمه الواقع المعزز الواقع المعزز هو بالواقع الافتراضي نحن عم ناخد بيئة ونحاكيها بشكل كامل افتراضي وفينا نسميه واقع ولا عالم واقع افتراضي بالانجليزي اسمه virtual reality بالمصطلح الثاني يعني العالم الافتراضي بظن أنه نحن أوسع إذا كنا عم نحكي عن الواقع الافتراضي فالمصطلح الثاني هو الواقع المعزز augmented reality اللي هو بيدخل الواقع مع يعني بيعمل إذخالات على الواقع مثلا نحن موجودين بهالمكان الجميل المتحف الوطني لو بدنا نمثل الواقع الافتراضي على المتحف الوطني نحن منروح منعمل محاكاة كاملة عن طريق الكمبيوتر للمتحف الوطني واللي حابب يزور المتحف الوطني ما بالضرورة أنه يجي على دمشق ممكن يزوره بدمشق ممكن من خلال نظارة الواقع الافتراضي فعلا يحسن يتجول بالمتحف الوطني ولكن ما في استمتاع مثل الحقيقة هلأ وقت نحكي عن الواقع المعزز الواقع المعزز أنا نفسه المتحف الوطني ممكن أنه الزائر للمتحف يحط نظارة الواقع المعزز هلأ نظارة الواقع المعزز بتعطيء إمكانيات كتير أحيانا مشوفها بالأفلام أنه بحط نظارة هالنظارة بتصير كتابات بتنزل على الشاشة فممكن مجرد أنه قرب قدام تمثال أو قدام منحوطة أو شيء فممكن مثلا هاي نظارة الواقع الافتراضي تعطيه ملخص أنه هاي مثلا تاريخها مثلا من أي عهد تعطيه معلومات كاملة عن هاي المنحوطة فكمان بتصير التجربة ممتعة أكتر بوجود الواقع المعزز طبعا تطبيقات كتير إن كنا عم نحكي عن الواقع الافتراضي ولا الواقع المعزز خلينا نحكي عن التطبيقات يمكن اللي بتخص مجال التعليم قداش مهم فعلا نحنا يمكن نستثمر هاي التكنولوجيا بشيء إيجابي يعني نقدر نستثمرها بحياتنا اليومية بما يخص تطبيقات التعليم خلينا نحكي عن الواقع الافتراضي هلأ التقنيات التعليم أو التعليم الافتراضي هو نحنا أخذنا فكرة إنه نحنا نخلق بيئة افتراضية اللي هو عبارة عن الصف الافتراضي الصف الافتراضي بيدخل عليه الطلاب والاستاذ بيكونوا مثلا متفقين على موعد معين مثلا نحنا عنا بالجامعة الافتراضية المدرس بالجامعة الافتراضية فبيكون في مواعيد للجلسات مثل التعليم النظامي بيدخلوا بهذا الوقت وحيانا منسجل الحضور من خلال هذا الصف الافتراضي بيعطي تفاعل بين الاستاذ والطلاب بحيث إنه ممكن يكون صوت ممكن يكون صورة ممكن نشرح مثلا على المادة التعليمية من خلال هذا الصف الافتراضي فيه تقنيات بالصف الافتراضي بترفع مستوى خلينا نقول حضور الطالب مثلا ممكن الطالب بلحظة بده يسأل سؤال بفتح له الماي ممكن بده مداخل بيرفع عيده فنوعا ما بما إنه الواقع الافتراضي بالبداية وقتنا عم نحكي عن الواقع الافتراضي كنا نحكي عن ألعاب بلاش تستثمر مثلا بالتعليم خاصة مثلا مع جائحة كورونا تعليم الافتراضي والوسيلة وسيلة كتير مساعدة يعني اليوم فيه طلاب كتير صرنا نتواصل معهم من خلال الانترنت من خلال هاي الصفوف الافتراضية وصرنا نحسن نوصل المعلومة للطالب نحسن نتابعه نحسن يشارك معنا فمثلا الصف الافتراضي إذا كنا عم نحكيه هو شيء كتير مهم كمان من تقنيات التعليم ممكن مثلا استخدم الواقع المعزز بالتعليم يعني مثلا ممكن الطبيب بدل ما يفوت على المشرحة ويشرح مثلا جثة ممكن أنه يكون فيه برامج بالواقع الافتراضي تحسن تعطيه نفس النتيجة طبعا ما بتكون بالمية مية لأنه دائما بيكون فيه شيء فيزيائي بيكون فيه شيء محسوس بيكون فيه شيء يعني الدكتور هون خلينا نحكي على نقطة يمكن هذا العالم هو متل ما ذكرتم شوي هو شتاح كتير تفاصيل حياتنا إن كان بالعلم إن كان بالأي شيء بدنا نوصل له مقادرين إله شيء سلبي أيضا على حياتنا يعني إذا نحنا عم نحكي هلأ على طبيب عم يشرح ولكن فيه واقع افتراجي فيه يفيدوا من الشيء المباشر فورا هاد الشيء هو ما بيعلموا على أصص ما لازم تكون أو يبعدوا عن الواقع أو يبعدوا عن الحقيقة هي ملازم الواقع الافتراضي يكون نوع من الحلول هلأ خلينا نقول مثلا فيه ببعض التقنيات مثل خلينا نقول المحاكاة للطيار الافتراضي أنا للشخص من الصعب أن يطلع حطه على طائرة فعلية فرضا ففعليا هاي التجربة هي بتعطيه مثل بتدخله بالجو بحيث وقت بيطلع على طائرة فعلية بيكون عنده تصور بس التصور أكيد ما حيكون مثل انك انت تكوني فعلا عم تسوقي طيارة مثلا فيه محاكاة لتعليم لقيادة السيارة أدمن كانت هاي المحاكاة وصلت لمرحلة مستحيل تحسين توصله للمرحلة ليهو يحسن لسوق البلد سيحة الجزري لانه انت بالأخير حلول هي بديلة لتقدر تفعلا تتماشى مع كتير تفاصيل بحياتك ممكن تعليم لانه اذا تذهب طيارة وقديش مكيفة وقديش لا ممكن وصل هاي الفكرة لنسبة عالية من الناس كمان بطريقة افتراضية جميلة تماما واذا رجعنا للتعليم الافتراضي التعليم الافتراضي هلا يجي ايجابياته كتير ايجابياته انه مثلا الطالب معد مضطر يروح للمكان لحتى يحضر جلسة ممكن تكون اوقاته شوي صعبة ما يتكلف ماديا بالمواصلات تماما بس انا برأيي مثل ما ذكرتي انه كل تقنية هي بالنهاية الى جوانب سلبية بس اذا شفنا الجوانب الايجابية ممكن تكون بتغطي الجوانب السلبية خاصة اذا يعني الاستخدام السيء لهالتقنية ممكن يكون فيه له سلبيات ما بنعرف شو ممكن تكون حسب كل مجال وكل اختصاص ممكن يكون له سلبيات وخاصة فيه نعم نحنا يعني بالخطام بدنا نتشكرك كتير على الاضاءة على الواقع الافتراضي ولكن اكيد بالخطام بدنا نحكي نصائح او معلومات اخيرة عن هيدا الواقع يلي واشطاح العالم الواقع الافتراضي للأسف فيه له مثلا من السلبيات وصار فيه نوع مثلا مثل المخدرات الالكترونية وممكن يكون فيه له جانب سلبي كتير سيء فيعني الانسان دائما اي تقنية يحاول يستثمرها من الجانب الجيد ممكننا عم نحكي عن التعليم ممكننا عم نحكي عن السياحة ممكننا عم نحكي عن الطب ممكننا عم نحكي عن التدريب نحاول نستفيد منها بأكبر بأكبر قطر ممكن ونحاول نبعد عن هاي السلبيات حياتا المستقبل لألا يعني نحنا وقد نحكي عن الواقع الافتراضي والواقع المعزز مستقبل كتير كبير والتكنولوجيا هي بشكل عام مستقبل كتير كبير أكيدنا نتشكرك مهندس المعلوماتية طارق الساطي على وجودك معنا ومثل ما قلت تعلم التكنولوجيا جميل فيه له سلبيات لكن فيه له إيجابيات منقدر لاستثمر بحياتنا اليومية شكرا كتير لك شكرا كتير لك